طيب هروح لخبر يمكن احنا ابتدينا كلامنا بيه النهاردة في الحلقة موضوع كورونا والاجراءات الفترة اللي جاية والغرامات يا جماعة من بداية من النهاردة التلات في المواصلات العامة اللي مش هيلبس الكمامة في غرامة 4000 جنيه في المولات والاماكن المغلقة والمزدحمة اللي مش هيلبس الكمامة في غرامة 4000 جنيه الحكومة بتنوه مش عايزين نوصل للفترة يعني للاجراءات الصارمة اللي حصلت قبل كده لان الكافيهات والمطاعم وكله يرجع يقفل مرة تانية عايزين حتى لو بقى فيه إجراءات مشددة فيكون بطريقة معقولة أو بشكل معقول حال الناس ما يتوقفش ولقم تعيشه ما تتوقفش فده يجي بإيه بالتزامنا عايزين نعديها بكل خير وسلام فالخبر بيتكلم عن بداية من النهاردة التلات أي حد هيركب مواصلات هيكون في أماكن عامة أو مزدحمة من غير الكمامة غرامة 4000 جنيه معانا برضو التقرير وزارة الصحة اليوم بيقول تسجيل 189 حالة إجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة لازلنا الأعداد محدودة وبنأكد تاني النسب دي أو الأعداد دي هي الأعداد اللي عملت تيست أو عملت اختبار بتاع الكورونا لكن في ناس كتير أكيد عندها لكن الإصابة بتيجي عندها بشكل بسيط فبتقعد في البيت فما بتتحسبش من ضمن الأعداد فمش معنى أن احنا بنقول مبارح أن وزارة الصحة سجلت 189 حالة يبقى اللي في مصر كلهم عندهم كورونا هما 189 لا أبدا ده عبا يبقى الأعداد كتيرة جدا إضرب في عشرة وإضرب في عشرين ويمكن ده اتكلمنا عنه في من كام شهر لما وزير التعليم العالي اتكلم وقال على الأقل تضرب الأرقام دي في عشرة على الأقل تضرب الأرقام دي في عشرة اللي بتعمله تست أو اللي بيروح عشان حاسس أنه عنده كورونا ده اللي بتبقى العراض عنده قوية جدا وبيبقى عايز يدخل المستشفى عشان يتعالج تعالي نشوف بقى العالم بيقول لنا إيه العالم مبارح برضو احنا سجلنا 189 حالة فر جباشة على فرنسا سجله كام فرنسا 53 ألف حالة جديدة في 24 ساعة 53 ألف حالة جديدة في 24 ساعة إيطاليا 22 ألف حالة جديدة في 24 ساعة ألمانيا 12 ألف عندك بقى خد بقى حاجات كتيرة جدا بقى يعني ساوس أفريقيا جنوب أفريقيا 722 حالة إنجلترا أمبارح حوالي 19 ألف حالة الأرجنتين 10 ألف حالة الولايات المتحدة الأمريكية 93 ألف حالة الأرقام عمال تزيد والأرقام كل يوم بتزيد جامد جدا 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 الناس تعمل إيه؟ الناس ما قدامهاش غير إن هي تلتزم يعني حتى لو الأعداد اللي بتموت قليلة أو اللي بتصابوا في مصر قليلين فليه تبقى أنت أو حد من أهلك لقدر الله من ضمن الأعداد القليلة اللي نخسرهم في السكة وإحنا بندور لسه على الدواء بتاع الكورونا لين نخسر عدد مننا وإحنا ماشيون في سكة العلاج لكورونا يا رب ربنا عافية عن الناس كلها حتى لو الكمامة مش هي الحل يعني لا هي العلاج ولا هي أي حاجة بس على القلب نسبة كم بتبقى وقاية إن إحنا ما نتعديش أو ما ناخدش الفيروس أو ما نعديش غير نهاية أعتقد بنسبة كبيرة جدا يعني وإذا ما سحبوا كده ما فيش قدامنا حل تاني غير إننا نعمل كده فنلتزم يعني ربنا يعديها بكل خير